انعطافة خطيرة للتوتر السائد بمدينة تعز انباء عن اصائبة وكيل المحافظة عارف جامل في تبادل لاطلاق النار اثناء زيارته لمقر قيادة الشرطة العسكرية في مسعى لمواصلة جهود التهديئات الميدانية روايتان مختلفتان لتفسير ما حدث احداها من قيادة المحور التي افادت بان مرافقي الوكيل جامل هم من بدأوا باطلاق النار واخرى تفيد بان عناصر من المحور هي من اطلقت النار خلط للأوراق في محاولة التصعيد هذه وفقا للمراقبين فثم تطرف لا تروق له ان يسود الهدوء استنادا الى الامكانية التي يوفرها الجيش الوطني في تعز وان تتخذ خطوات حقيقية باتجاه انهاء سيطرة الاطراف المسلحة على المرافق والمنشآت الحيوية فالشرطة العسكرية كانت قد نجحت خلال الساعات الماضية في انهاء نقاط التفتيش والحواجز والسواتر الترابية المستحدة التي قطعت اوصار المدينة واعاقت حركة المدنيين والحقت الضرر بمصالحهم ومعيشتهم في معركة انفقدت البوصلة واضعت الاهداف معركة النفوذ هذه تتغذى في نظر المراقبين من النوايا المكشوفة لاطراف في التحالف عما قتل يقين بشأنها المكالمة الهاتفية التي تلقاها قائد محور تعز اللواء خالد فاضل من قائد قوات التحالف بعدا بينما كان اللواء خالد فاضل يبحث مع اللجنة الامنية سول تهديئة الوضع وتضمن التهديدا بالاستخدام المنحاز للطيران اللواء 22 ميكا اتهم في احدث بيان له كتائب بالعباس باحتجاز امدادات ارسالها اللواء الى جبهة عبدان الشرقية والجيرات بجبل صبر والتي تعرضت خلال الساعة الماضية لهجوم عنيف من قبل الميليشيا الانقلابية معرض موقع في تكل جبهة للسقوط بيد الميليشيا اسوأ ما في معارك الساعة الماضية بتاعز انها عباثية وان اطرافا تمهد من خلالها لفرض خيارات تبدو ثقيلة جدا على الحرية التي دافعت عنها تعز ودفعت ثمنا باهظا لاجلها ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة